هذه أبرز العناوينة رغم عدم استدعائها النجم المغربي طريق سوداري يفاجئ بعثة المنتخبة المغربية بملعب أغادير النجم برشالون الإسباني لامين يامال يخرج عن صمته ويفاجئ كل المغربة بخصوص إمكانية عودته لتمثيل المنتخبة المغربية وليد الرجرقية يحدد موعد الندوة الصحفية قبل مواجهة منتخب موريطانيا نادي ميلان الإيطالية يضع نجم المنتخب الوطني المغربي على رقص قائمته للتعاقل معه خلال المركات الصيف القادم حرص مهاجم المنتخب الوطني المغربي ونادي جينيت البلجيكي طريق سوداري على التنقل إلى مدينة أغادير ومشاهدة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الأنغولية يوم الجمعة الماضي رغم عدم استدعائه في قائمة الأخيرة للنخبة الوطنية ونشر الدولي المغربي صورة عبر خصية ستوري بالموقع أستغرام للتواصل الاجتماعي تظهر وجوده في مدرجات بين الجماهير داخل الملعب الكبير لأغادير لمتابعة مقابلة الوطني وكان طريق سوداري من اللاعبين الذين أسقطوا من لائحة المنتخب المغربي في المعسكر الحالي بعدما كان متواجدا في نهاية كاسيومومي إفريقيا في الكوتيفوار شهر يناير الفارط ويشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 سنة شارك في 14 مباراة مع المنتخب الوطني سجل فيه هدفين كما خاضر 3 مباريات مع المنتخب الأقل من 23 سنة كشف فوز القجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن موقفه من قرار لمين يمال النجم الواعد لبرشلونة في اختيار اللاعب لمنتخبي إسبانيا عوض المنتخب المغربي مجيبا على ما إذا كان الأيقون الكتالونية قادر على اللاعب لصالح المنتخب المغربي مستقبلنا ومثل لمين يمال وإبراهيم دياز النجمري المضريدة ملفين جدالين كبيرين أشعل نار التنافس بين أسود الأطلس والهرخة من أجل استمال الثنائي وإقناعه بالانضمام إلى أحد المنتخبين الذي سيصدف بلدهما بطولة كأس العالم 2030 بالتشارك مع البرتغال وأوضح لمين يمال في حواره مع صحيفة ماركلي إسبانيا عما إذا كان لديه أمل أن يغير جنسيته بشأن تمتيل المنتخب المغربي مستقبلا من خلال إجابته قائلا أنا أحترم المنتخب المغربي فإنه بلد الثاني الذي نشئ وترعرع فيه أبي لكنني حصمت قراري باختيار اللعب لمنتخب إسبانيا وذلك لأنني نشأت وترعرعت في هذا البلد ولعبت في جميع الفئات السنية لمنتخب لاروخة وعما إذا كان فوز القجاع قد استأى من اختيار لمين يمال اللعب لمصلحة إسبانيا قال لقد عقدنا جلسة مع والده لمين يمال الأب المغربي والأم من غني الإستوائية وعنقلنا لهما مشروعنا وله ولأسرته لكنه كان مقتنعا باللعب لإسبانيا فيما قرر إبراهيم دياز نجم ريال مغرية الإسبانية عكس ذلك اختيار المنتخب الوطني المغربي رغم أنه ترعرع ونشأ في الديار الإسبانية لكنه فضل المغرب لأصوله وجدريها كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موعد الندوة الصحافية المقبلة للناخب الوطني وليد الرجراجي والخاصة بالمباراة المقبلة أمام منتخب موريطانيا وأفادت الجامعة أن الرجراجي سيقض ندوة صحافية يوم الاثنين القادمة في القاع الندوات بملعب أجادير الكبير بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا على أن تليها حصة تدريب مفتوحة أمام وسائل إعلام مدتها 15 دقيقة وفي المقابل سيقض مدارب المنتخب الموريطاني أمير عبدو ندوة صحافية وهو الآخر في تمام الساعة الثامنة والربع ليلا وسيلاق المنتخب المغربي يوم التلتاء القادمة نظيره المنتخب الموريطاني في ملعب أدرى الكبير في ودية هي الثانية لوسود الأطلس بالتوقف الدولي الحالي انطلاقا من الساعة 10 ليلة بتوقي شغر نيتش علما أن المنتخب الوطني المغربي كان قد فاز في مباركة الودي الأولى على المنتخب أنغلة بهدف الإسفر أوضح نادي ميلانا الإيطالية أن الدولي المغربي صفيا مرابط ضمن قائمة الأسماء التي يرغب في انتدابها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وحسب ما ذكره موقع توتسبورا الإيطالية فإنها مرابط المعارئ من نادي فيورونتينا إلى نادي مونشيستر يونيتد الإجليسي يعتبر هدفا لنادي ميلانا الإيطالية خلال المركات القادمة وأكدت دات المصادر على مواصفات الدفاعية والبدنية التي يتمتع بها اللعب المغربي هي أكثر شيء يبحث عنه النادي الإيطالي ميلانا وليتت هذه المرة الأولى التي يجدد فيها نادي ميلانا رغبته في التعاقد مع النجم المغربي صفيا مرابط بعدما كان هدفا للرسونيري قبل انضموه إلى نادي مونشيستر يونيتد الأخير الذي تدهر مستواه معه هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر